السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنشرح لكم أحد دروس لسفيد تيلسن الثانية إعدادي خيار فرنسي للدورة الثانية اسم الترس وهو الديفلوبمون ديريكت النمو المباشر ان ديريكت النمو الغير مباشر ان ديريكت كتعني غير مباشر الو سيكل ديفلوبمون شليزاني مو ودورة النمو عند الحيوانات سيكل يعني دورة ديفلوبمون يعني النمو ستعرفون هذا كل شيء أكثر وسأعرفكم أيضا كيف تصاوبوا دورة النمو كيف تصاوبوا لسيكل ديفلوبمون ديال أي حيوان تضع لكم في الفرط كيف ما يريدون بالحق إلا قصتوا معايا ستخرجون انتم فاهمين هذا وإلا مركزتيش مزيانا لا تستفيدوا له أول شيء ستعرفون لها في هذا الفيديو وهي الديفلوبمون ديريكت النمو المباشر اللي كي تسمى أيضا بلا كخوصانس ديركت لكخوصانس كتعني النمو أيضا لديفلوبمون كتعني التطور أو لنمو أشكنزيدوا لهم ديركت كتعني النمو مباشر أقلم زيانا لهاد مستالحات المعاني ديالو لديفلوبمون ديركت أو لكخوصانس ديركت لديفلوبمون ديركت أو لديفلوبمون ديركت أو لكخوصانس ديركت واحد النمو وأحد لك خوصانس اللي كيكون بدون تحولات بدون متا مخفوز متا مخفوز هي التحولات اللي كتطر على الشكل ديال الكائن الحي كيفاش؟ مثلا أنت لديك ولدتك الأم لديك خلاقتي عندك الراس ويدين ورجلين خلاقتي في صورة وشكل تشبه الإنسان تشبه لأي إنسان آخر وتشبه لوليدك في شكل لم أخلاقتي لديك الجنوح مثلا وحتدرت أحد الصور على تحيده لك ومن بعد عدو التي تشبه لنا لا إذن في النمو التي تشبه لديك تسمى نمو مباشر لماذا؟ لأنني خلاقتي مباشرة بنفس الشكل والدين لديك لا أظهر على الملامح الملامح تشبه لديك على الشكل يعني عندك الراس كما عندهم عندك اليدين ورجلين هل أنت؟ ولكن كنت في صورة صغيرة إذن بجدد السؤال بكثرة القضية سوف نرى مثال من عند الحيوانات تشبه للمركزين عليهم في الدرس سوف نرى نمو مباشرة النمو المباشر عند الفأرة التي تدوز 18 يوم حتى الـ 21 يوم تقريبا على التزاوج الذي يترمى بين المال إلى فميل بالنسبة للفيران بطبيعة الحال فميل تولد خمسة تقريبا البيوتى حتى الثمانية في المتوسط فيما ترى هذه الصورة يبدأ لنا أن البيوتى التي ولدتها تبغي من هذا الفأرة يبدأ بشكل مباشرة يبدأ بشكل مباشرة البيوتى يعني البالغ أقل عليهم جيد البيوتى هي البالغ يعني هذا المباشر يبدأ بشكل مباشرة سوف تقول لي أنه لا يوجد شعر وشعر ليس معيار سنظر على الشكل كله سوف تتجدون أنه في الراس وتشغيل أن تكون مماً حقاً يوجد المشكلة إذن نقول أن ندفولوبمون للفيران هو ندفولوبمون ديركت حيثUR المنطقة التي تسابهون منها يشبيهون لها و تسابهون الوليد لديهم نفس الشكل كيفية لذباب لكم قمت ب absorption ندفولوبمون بطريقة نختلفة أولا نآخر الـ layout indirect التي تسمع أيضا بالنمو الغير مباشر نمو الغير مباشر والنمو الغير مباشر يبدو أن نفس الشخص مختلف من الأدول بكل بساطة فهذا نمو الغير مباشر الذي تسمع أيضا بالنمو الذي يكون لدي الحيوانات الذين يأتي أو يبيضون صغير الذي لا يشبه لهم في شكل يكون مختلف عليهم كثيرا مثلا يقدر الحيوانات الذين يكون لديهم جناح والصغير لهم لا يوجد جناح إذا لا يشبه لهم في شكل أو لهم لا يوجد 4 رجلين وهو لا يوجد 4 رجلين إذا لا يشبه لهم في شكل ولكن لكي تسمع هذا الشخص الذي نسمعه أيضا فرض جديد فرض جديد لكي تسمع هذا الشخص يجب أن يكون مجموعة من تحولات تحولات بالفرنسي تسمعه أو عقل لهذه المصطلحين جيدة تحولات كيف تحولات يعني مثلا هذا خلاق بالجناح ولكن الوالدين لديهم جناح إذا خاصة هذا البوتي يدوز واحد المدة و يخرج له الجناح لكي يشبه لهم فشكل الوالدين كان بدون أجنحة والثاني أم لا بالأجنحة إذا كي تسمع أنه تحول من حيوان بدون أجنحة إلى حيوان بأجنحة هذا التحول كان يسمعه متعم وخفوز أقل لهذه المعلومة مزيئة لكي تسعب أكثر هذا النمو الغير مباشر أو لديفولوبمون اندريكت سنرى هذا النوع النمو عند الغينوي التفضاعة التفضاعة التي لم تتعرفونها أنها فشيالها تخلق تكون بهذه الشكل كما ترى تبالك هنا بشكل حوتية بشكل سماكة هذا هو الشكل التفضاعة من بادعات تولي تفضاعة إذا نركزوا معي في هذا الفيديو تعالي لكي تفهموا مزيئا ثم ترى الكوبلومون يعني التزاوج مبيل المال إلى فميل بالنسبة للتفضاعة تضع التفضاعة كما نعرف كما نعرف في الماء ويتلاقعوا مع لجامات مال أو السبيرماتوزويد دي الماء نيت في الماء ثم ترى الفيكونداتيون إكسترن اللي هو الإقساب الخارجي وهذا ما شرحت لكم بالتفصيل في الفيديو ومن بعد هذا الفيكونداتيون إكسترن تحول ذلك الزوف إلى أو أو كما نعرف من بعد ترى الإكلوزيون لهذا لسلول الأوف الإكلوزيون يعني التفقص أقل لهذا المصطلح مزيئ لأنها تتلقى معها بزاف إكلوزيون يعني التفقص يعني البيضة تفقص كما ترى من اللي تفقصوا هذه البيضات هذه الأوف يخرجوا منهم واحد لذي تخذيفهم كما ترى بحل السمكات في الكحل هذا ماذا تسمى؟ هذا يسمى بلاتي تاغ الشراغيف هذا هم الأولاد أو الصغار ديال هكذا تكون على هذا الشكل إذن من خلال هذا الفيديو نكتشفوا أن البيضة ديال يختلف بزاف على الأدولت مثلا البيضة تكون ربعة رجلين لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد بحل السمكات بحل السمكات كما ترى هذا التابع هذا يسمى بلاتي دايلة كيف يعمل في الماء لذي تطاق أو الأدولت أو الأدولت بزاف الميتامورفوس أهم الميتامورفوس أو الترانسفورمسيون في الخططات التالية كيف ترى تبدأ أولا بالكوبلة الماء الأدولت من بعد الفيكوندات من بعد الإكتشف أي التفقص البيض من الماء التطاق التطاق في هذه المرحلة يعيشوا وسط الماء لا يستطيع من الماء لا يستطيع من خلال الخياشين 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 بحل الرية التي تجعل السمكة أو التطاق تنفذ وصلما بعد يبدأ إطلاق الأرجل الخلفية يعني الأرجل الخلف ومن بعد يبدأ الأرجل الأمامية لكي يكونوا عنهم أربعة ديال الرجلين من بعد تبدأ هذه التطاق تخلص من هذه البغونشي اللي هم الخياشين اللي يجعلونها تنفسوا وسط الماء وفي نفس الوقت تطور البومون يعني يكبرون لها رئتان ما هو الفرق ما بين البومون و البغونشي البغونشي مثلا يجعلون السمكة أو التطاق يتنفسوا وسط الماء ولكن إلا خرجتها من وسط الماء تموت لا تستطيع تنفسها على برة مثلا فوق التربة الأخيرة أما البومون يجعلون البغونشي اللي يتنفسوا في البر يعني فوق التربة مثلا أما لحطتها وسط الماء يتخنقوا ويموت ففي هذه الحالة تبدأ التطاق تخلص من البغونشي وتطور البومون لكي تبدأ تخرج للطبيعة و تبدأ تخلص من هذا التابع أو هذا التالي لكي تقول لك البغونشي قادرة على التكاتور كيف يجعلون البغونشي لكي تخلص من البغونشي ويجعلون البغونشي لكي تخلص من البغونشي وهي لسيكل دو دوفبمو سيكل كتاني دورة دو ديفوبمو هي ديال النمو هي الدورة أو الفترة الزمنية التي تعتمد خلالها الحياة الكاملة ديال الكائل الحي من خلال التوالد من خلال اللغو بخودكزيو فالمراحل الذي تلاحل منه هذا الكائل الحي يقول في حياته وتسمى سيكل دو ديفوبمو أو دورات النمو فهو يخلق صغير، يكبر أدلت، يتزوج، ويولد أو يبيض صغار هذا الصغار يكبره، يتزوجه، يولد صغار، يكبره، وهي يكبره، وهي قدر هذه الطورة تسمى سيكل دو ديفولوبمون، دورات النمو وكي تزيد تصعب أكثر هذه الطورة، سنقترح لكم مجموعة من الأمثال سنبدأ أولا بالسيكل دو ديفولوبمون الشيلاسوري، دورات النمو عند الفأرة كما تشاهدون هذه الطورة، تبدأ بلا كوب المون بالتزوج الذي يترمى باللمال إلى الفمال المال ينتج لغامة المال، وهو الاسبرماتوزويد، الفمال ينتج لغامة الفمال وهو الزوريول من بعد أن ترى الفيكوندات الانترن، التي تعطي لنا سيلو الأوف أو الأوف فكودي، يعني بيضة مخصبة هذا الأوف فكودي أو هذا السيلو الأوف تحول الأمبريان، تحول الجنين هذا الجنين يكون داخل الرحم للأم وداخل الرحم للأفمال الرحم بالفرنسي يسمى لوتروس أقل على اسميتهم جيدا من بعد أن تكبر هذا الأمبريان ويصل إلى موعدة والولدة، تولد الأم ونحصل إلى نفس المعام، أو نفس الوصف كما ترى، هذا الوصف يشبه توجه الوصف لديه بعض المعامل، ويوجد لديه رأس، ويوجد لديه رأس، ويوجد له هذه هي دورة النمو عند الفقران، ويكون هذا النمو مباشر ودفولوبمون ديريكت ودبا غدين دوزو المثال تالي غدين شوفو فيه لسيكل ديفولوبمون شى لابول عند الدجاجة كيبدأ بلا كوب لومو ما بين لومال الى فميل كيف ما كتشوفو لومال الدور دياله هو إنتاج لقامة مال لقامة فميل من بعد لفكونداشن كنحصلو على واحد لامبريون فين كيكون هاد لامبريون كيكون الانتريور دلوف ايالكستريور دللغانيزم فميل يعني كيكون داخل البيضة الانتريور دلوف وخارج جسم ديال اوم ديالو تحط لنا الجنين ديالها واسطبيضة خارج جسم ديالا من بعد لفترة ديال ديال التفقيس يخرج لنا البوتي اللي كتسمى بوسين كتسمى كوتكوت هو هذا الفلوس هذا الصفر كيف ما كتشوفو هذا الفلوس هذا لهيئة ديالو كتشبه لوليده عندهم منقار كيب حالهم عندهم جنيوحات كيب حالهم عندهم رجلين بحالهم عندهم ريش وخالهم ديالو مختلف ماشي مشكلة يعني يحتاج لديمتامورفوز او لدي تخنص فرميسي بحالهم اذا هذا هو السيكل ديولوبمون ديال لابول وهذا ديولوبمون ديالهم هو ديولوبمون ديريكت ودبغا نشوف المثال التالي ديال السيكل ديولوبمون شهر لغسة دورة النمو عندها قنفوض البحر قنفوض البحر هو هاد الكائن المشوق كي عيش في الماء ديال البحر دورة ديالهم كتبدأ بلا كوب بالمومة بين المال إلى فمال المال ينتج لغامة مال الفمال ينتج لغامة فمال من بعد كاترة لفكونداتيون اكسترن في الماء ويتنتج لنا لسيلة الأوف هاد لسيلة الأوف كي عطا لنا لغف لغف او لليارقة بالعربية هي اول كائن حي كي نجو هاد لزوغسة هاد لغف هاد كيتحول او لكيتعرض لديمتامورفوز ويستطيع لغف يستطيع لغف يستطيع لغف يارقة متطورة شكلها ثلاثة كنت نبلغ لغف شكلها دائري او ثلاثة من بعد حتى هذه الهدرقة تتعرض لديمتامورفوز ويستطيع لغف كونفوض بحر صغير كما تشوفوه حتى وعنده الشوك بحال الوالدين غير صغير اذا من خلال هذا الوصيك لديمتامورفوز يستطيع أن الزوغسة لديمتامورفوز لذلك لذلك لأن الصغير الذي يخلق النبلغ هذا الوصيك يختلف للأسدلت ويستطيع لغف الثانية يختلف للأسدلت لذلك لذلك لا تتعرض لديمتامورفوز كيف تشبه لهم ويستطيع أن نعرف كيف تصغب دورة حياة أو دورة تكاتور أو دورة نمو دورة نمو من أي أنيمال كيف تكون ويستطيع أن أعرف اسمية لا تكون أعرف اسمية لا تكون أعرف اسمية لا تكون أعرف اسمية لا يمكن كيف هذه السمية التي نستعملها في الدورة ولكن سوف نعرف واحدة طريقة ستكون صحيحة لا تكون أعرف اسمية لذلك نركز سوف نشرح الكتابة كيف ترى نموذج الفرط هذه الفقرة كيف تقول لنا بكل بساطة أنه كان واحد لذلك ويستطيع أن تكون المنزل لذلك ويستطيع أن تكون لذلك لذلك المنزل المنزل السمية فتحكم مما تكون إذا كانت مما تكون مما تكون أيضا المنزل من المنزل هكذا يتم تكون لذلك لذلك تفقص فتحكم لذلك يتم تفقص نعم هكذا الصغير لذلك مما تكون مبارنة لذلك للتخويت لكي يصلوا للحالة أو للشكل النهائي إذن هذا الشيء يريد لنا أن التنظيم عند هذا التخويت كيف سيكون؟ سيكون اندريكت حيث هذا الصغار لكي يخرجون النبلولة من البيض ويخرجون مختلفين إلى والديهم وخصوصهم يريدون من ديمة مغفوز أو من التخويت لكي يقولون والسؤال الثالي قلت لنا بإمكانك على التخويت قلت لنا دورات الحياة عند سماكات لا تخويت إذا قالوا لنا دورات النمو أو دورات التكاتور فنقوم بإمكانك فنقوم بإمكانك إذن لكي نقوم بإمكانك سنبدأ أولا مجوش الخانات سنقوم بإمكانك وفي الخانات الثانية مال حيث أصلا في هذه الفقرة التي قرأنا قرأنا أنه كان لنا في هذا النوع الحيوانات كاللومال إلى فمال بإمكانك مال إذن ما هو الطور لومال؟ الطور ينتج لنا لقامة مال أو الاسبرماتوزويد إذن سنقوم بإمكانك قامة مال أو الاسبرماتوزويد ما هو الطور الطور وإنتاج السلول أو لغامة أو لغامة أو اللغامة فمال كل لنقوم بإمكانك إذاً نقوم بإمكانك لغامة للخانة اللغامة أو أكثر كالفكوندسيون إذاً سنقوم بإمكانك لغامة لغامة سوف يشيرون لخانة الفكندسيون من بعد الفكندسيون ما يرى؟ يتفقصوا هذه البيضات هذه الليسيلة الأوف إذن سنقوم بخانة أخرى خارجة من الفكندسيون ونكتبوا فيها إكلوزيون ديس أوف أو غير إكلوزيون من بعد ما يتفقصوا لنا هذا ديسيلة الأوف ما يرى؟ يخرج لنا واحد الحيوان اسمته زالوفان سنقوم بخانة كيف يشبه لهذه البيضات أو لأولاده لا يشبه لهم إذن لا يمكننا أن نبدأ ساهم من عند الخانة الألفين ونضعها ديسيلة لعند البيضات إذن ما سنقوم بخانة أخرى ستكون فيها متامورفوز تحولات وهذه الخانة التي ستكون فيها التحولات هي التي سنخرج منها جد الأسهم ونضعها الخانة لأولاده أو لأولاده وهذا ما يعني بكل بساطة أن هذا زالوفان يجب أن يدوز ضروري من هذه الكلمة المغفوز لكي يشبه الوالده كما ترى معي استعملنا فقط الكتابة والخانات والأسهم لم يستعملنا الرسم فإذا كنت تطلب منك الأستاذ تصوّب له سيكل اي حيوان لا يطلب منك أن ترسمك الحيوان الرسم سيستغرق لك بثير من الوقت الذي يطلب منك هو أن تقوم بسيكل بحلقة فيها فقط خانات وكتابة وأسهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة